good morning how are you today طبعا اليوم الخميس today is thursday كم التاريخ it's 18th of february 2021 درسنا كان مبارح what are they doing لما نسمع what are they doing على طول شو منتذكر او شو منتخيل منتخيل انه احنا منسأل عن اشي ما يصير قدامنا الآن now what are they doing now مثلا نطلع what is he doing بيّن هو ماسك الحبل he is jumping اذن what are they doing what are you doing what is she doing what is he doing اول ما نسمعها نعرف انه منحكي عن شيء بيحدث الآن في لها هاي القاعدة استخدام كمان لا اشي تاني اذا بتذكروا مبارح بالمدرسة اول مبارح سوري قلنا بعدين هاي ما بدنا اياها هلا اللي هي كانت what are they doing tomorrow what are they doing tomorrow يعني شو بدهم يعملوا بكرة يعني هما بكونوا خططوا لشيء او رتبوا لشيء وبدهم يسووا بكرة فاحنا منستخدم نفس السؤال نفس الطريقة للاشياء اللي بدنا نعملها بالمستقبل tomorrow دائما بنحكي عن اشي tomorrow او اشي احنا متأكدين رتبناله وجهزناله يعني هو هون او رتب موعد مع صاحبه انه بده يزوره بكرة فهو متأكد او ان شاء الله بكون متأكد انه هو رح يزور صاحبه او رتب موعد مع صاحبه اذا هو فكر فيها خطط لالها وبدو يسويها بكرة بنستخدم نفس القاعدة اللي هي present continuous او المضارع المستمر لاشياء خططنا لالها بنستعمل نعملها بكرة او بعد ساعتين بعد يوم اوكي مثلا هو محضر حاله ومعامل موعد بده يقابل صديقه نلاحظ هنا احنا مش بس حددنا انه تمورو وحددنا الساعة كمان لما نحدد المستقبل بنحدد ممكن باليوم بالشهر وممكن نحدد بالساعة فاحنا لما نحدد بهاي الطريقة تمورو ات فور اوك اذا احنا مخططين لالو اذا منستخدم المستمر نحن 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 رتبوا شنطهم وجاز أغراضهم وحاجزوا بدهم يسافر بكرة اذا هم محضرين حالهم مثلا نيجي عند هاي الجمل what are they doing tomorrow في عنا هادا الجدول اذا بتتذكروا قلتنا اتركوا انو منا نحكي عن شيء محدد في وقت محدد jack is leaving the house to go on a trip tomorrow at six o'clock in the morning حددنا الوقت بكرة الساعة ستة صباحا tomorrow at six o'clock in the morning هذا ايش بنسمي بنسمي الوقت الوقت leaving the house to go on a trip بدو يطلع برحلة يغادر المنزل ليطلع في رحلة طيب نشوف بالنسبة لصوفي امتى الوقت tomorrow at three o'clock in the afternoon بعد الظهر الساعة ثلاثة tomorrow at three o'clock in the afternoon ايش بدها تعمل traveling to américa اذن ليش احنا استخدمنا المضارع المستمر لانه احنا محدد الوقت محدد الوقت اذن شو بننقول صوفيا او صوفي is traveling to américa tomorrow at three o'clock in the afternoon طيب نشوف املي taking her brother to the hospital تتاخد اخوها when to the hospital عن مستشفى when مت tomorrow in the evening مساء اذا من املي is taking her brother to the hospital tomorrow in the evening غدا مساء طيب نشوف oscar giving his sister a lesson درس يعطيها حصة يعطيها درس مت when is that tomorrow before she sleeps tomorrow before she sleeps اذا من نقول oscar is giving his sister a lesson tomorrow before she sleeps آخر وحدة طلع هون في اجتماع having a meeting عندهم اجتماع يعقدوا اجتماع when is that tomorrow at 9 30 أو half past nine in the evening هاي اقول لك خطأ هاي اقول بنشطب عليها خطأ لأن 930 ساعة ونص ما فيها اقلق اذا من قول they are having a meeting كلمة meeting هون اسم منلاحظ انو كلمة meeting في قبل ها a a meeting اجتماع وانا اخذناها he is meeting هو يجتمع اوكي ممكن تكون بالشكل اسم او افعل هون هي اسم اجتماع عندهم او سيعقدوا اجتماع tomorrow at 930 in the evening tomorrow at 930 in the evening زي ما حكيت هاي اقلق ما بينفع مع نص اقلق معناها تماما هي ممكن خلطة مطبعية ما having having a meeting tomorrow at 930 in the evening اذا هون ايش فهمنا من هذا الدرس انو احنا عنا الفعل المضارع المضارع المستمر ايش المضارع المستمر اللي هو بكون فيه is او are والفعل نحط له ing she is playing tennis now الان اذا احنا استخدمناها في حالة المضارع الان سارا ان تالا نلاحظ هدول تنتين مش واحد are meeting now we are having lunch now نتناول غداء الان it is raining now it ولا لمن ترجع ترجع للسماء او الجو it is raining now هي تمطر الان اذا احنا من استخدمها في حالة الان وكمان نستخدمها في حالة tomorrow لما نكون مخططين لشيء she is traveling tomorrow we are meeting tomorrow at six o'clock يعني محددنا غدا وحددنا الساعة كمان he is visiting his friend tomorrow i am going to the restaurant tomorrow اذا هون بنحكي عن المستقبل القريب يعني المستقبل اللي هو بكرة اشي قريب بده يصير بس انا مجهز لحالي او محضر حالي لهذا الشيء مش انو يمكن يصير او ما يصير يمكن اعمله او ما اعمله بكون لشيء انا مجهز ليله ولما يكون خصوصا محدد بساعة معينة او تموره بنستخدم نفس قاعدة الان اوكي بس هذا هو رح يكون شرح لليوم ما رح اطلب منكم اي اشي لانو رح ان شاء الله نعيد القاعدة مرة ثانية يوم الاحد يعطيكم العافية اشتركوا في القناة